أخونا موسى من عنابة يسأل عن حكم سماع الأغاني في نهار رمضان يا أخي اسمع القرآن في نهار رمضان الأغاني حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح سيأتي على أمتي زمان يستحلون فيه الحرى والحاريرة والمعازف بعض العلماء يقول حسنه حسن وقبيحه قبيح لكن جماهير أهل العلم منهم الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه يرى بأن الغناء بالمعازف هذا حرام والله تعالى يقول ومن الناس من يشتري له والحديث ليضل عن سبيل الله وأقسد أمم سعود رضي الله عنه وأرضاه فقال أقسم بالله العلي العظيم إنه الغناء وهذا صحابي جليل لا يقسم على هذا الأمر إلا وهو يعلم بأن هذا الأمر حرام وهو حديث صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه للأسف يعني الإنسان كيف في نهار رمضان شهر التوبة وشهر الغفران وشهر العبادة يعني بعض الناس الهار كامل ويسمع في الغناء هذا مما لا يجوز يا أخي هذا شهر القرآن ولذلك كان الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه إذا جاء رمضان توقف عن دروس العلم شوف توقف كان الإمام مالك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه لا شك عبادة من أفضل القروبات إلى الله عز وجل لكن الإمام مالك إذا دخل رمضان توقف عن درس العلم وتفرغ لقراءة القرآن ويقول شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ولذلك عظمة هذا الشهر هي في نزول القرآن في هذا الشهر لهذا نحن نقرأ القرآن في شهر رمضان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لا ميم حرف ألف حرف ولام حرف وميم حرف بكل حرف حسن إلى عشرة أمثالها ويضاعف الله لمن يشاء وخصوصا بعض الأغاني يا إخواني تبعث على الشهوة وعلى فعل الحرام وتهيج الشباب ولذلك الشاب إذا جاء رمضان عليه أن يضع مخططا في العبادة على رأس هذا المخطط تلاوة كتاب الله عز وجل ورد يوفق إن شاء الله آم إن شاء الله يا رب ورد يوفق إن شاء الله عز وجل